بقى للصفرة، إيه حكيت الصفرة دي يا دكتور؟ يعني إحنا معلوماتنا عن الصفرة إن هي أكلنا أكل ملوث فجالوا الصفرة لأ دي المعلمات اللي نعرفها تعالوا كده درس بيولوجي صغير سيبولي دقيقتين بالزبط هحكي لكم يعني إيه الصفرة يلا بيلا الصفرة دي هي المادة اللي بتطلع من كرات الدم الحمرة لما تتكسر إحنا دمنا بيتجدد كرات الدم الحمرة بتتكسر كل تسعين يوم ثلاث شهور بتتكسر فين؟ في الطحال لما بتتكسر بيطلع منها مادة صفراء مائلة الإخضرار أخذ بالكم من كل كلمة مادة الصفرة دي اللي طلع من جوة كرات الدم الحمرة اللي تكسرت، اللي هي إدمت وحنستبدلها بكرات دم حمرة جديدة المادة دي لون أصفر مائلة إلى الإخضرار بتمشي فين؟ في الدم يعني بتتكسر في الطحال بتخش الدم فمادة الصفرة دي مادة طبيعية ماشية في الدم ده كده حضرتك بتوصف حالة إنسان طبيعي أي يبقى أي إنسان طبيعي لما بيروح يحلل نسبة الصفرة اللي هي مادة اسمها بيليروبين بتلاقي من 8 من 10 إلى 1 1 من 10 دي طبيعية يبقى الطبيعي إن أنا عندي نسبة بيليروبين في الدم طب المادة دي وهي ماشية في الدم بتخرج إزاي من الجسم بتخرج عن طريقين جزء منها بتاخده الكلة تفلطره فتنزله في البول يبقى الطبيعي لما أجي عمل تحليل بول ألاقي فيه إيه بيليروبين تريس يعني حاجة بسيطة ماشي الجزء الأكبر بقى وهو ماشي في الدم بييجي عند الكبد الكبد هنأعتبره هنا زي سافنجة عليه مستقبلات بيمص الصفرة من الدم ماشي بياخدها يعمل بيها إيه يحولها يلزقها مع مواد تانية عشان يعيد تدورها ينزلها تمشي المادة دي فيه قنوات الكبد الفرعية وبعدين تتفق مع قناة الكبد الرئيسية اللي بتصب في الإسنى عشر في الأمعاء تنزل فين في البراز يبقى أنا طبيعي لما أعمل تحليل في البراز ألاقي برضو فيه نسبة إيه صفرة يبقى أي إنسان طبيعي يعني هي بتتصرف بالبول وبالبراز بالزبط